اليوم كانت القوات المسلحة المصرية على موعد مع الوعد وهو تكريم الشهداء تكريم الشهيد تكريم أسماءهم وتصطير أسماءهم بحروف وبأحرف من نور في سجلات التاريخ العسكري المصري الناصع اليوم 9 مارس ككل عام بيقف رئيس الجمهورية ليحيي أرواح الشهداء ويقف رئيس الجمهورية ليضع يده على أبناء الشهداء ويحاول أن يخفف من وطأة الآلم النفسي لرحيل أب أو ابن أو أخ في وسط معارك طاحنة لم تنتهي حتى هذه اللحظة اليوم الرئيس كان بيمثل مصر ويمثل المصريين في حديثه إلى هؤلاء هؤلاء المكلومين هؤلاء الذين أبكون جميعا أم شهيد زوجة شهيد ابنة شهيد ابن شهيد الحالة ربما كانت الصورة أبلغ من كل حديث الرئيس الجمهورية النهاردة كالعام الماضي والعام الذي سبقه وإن شاء الله العام القادم بيحاول أن يخفف من الأعباء النفسية على هؤلاء الجميع مؤمن بحق الوطن علينا في تضحية والجميع مؤمن أنه روحه ودمه في مقابل تراب الوطن رخيصة لكن في نفس الوقت نحن بشر ومن فقد ابنه ومن فقد عزيز لديه ومن فقد والده بالتأكيد لا يمكن ولا يوجد في هذه الدنيا من يعود أب على فقدان ابنه في هذه الدنيا بكل ملزاتها وكل ما فيها من ثروات لا يمكن أن تعود أب أو أم عن ابنها أو ابنه لا يمكن أن تعود طفل عن نظرة من أبيه لا يمكن دعونا نكون نتحدث بصراحة أنه مهما فعلنا ومهما قلنا ومهما تقدمنا لهم ومهما شعرنا بهم لن نعوض ما فاتهم لن نعوض ما خسروه لذلك بتجد الرئيس النهاردة وهو بيربط على كتف هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأباء بهذا المشهد الإنساني أي إنسان لابد أنه عندما يرى هذه الصورة لا يتملك نفسه وربما لا يتحكم في دموعه لأنه الإنسانية لا تتجزأ عندما تجد هذه المشاعر النبيلة المشاعر الفياضة من التضحية وهذه المشاعر المكلومة أيضاً عندما يذكر اسم ابن أو يذكر اسم أب فبالتأكيد هناك ألم ووجع محاولة مشاركتنا فقط لهؤلاء في هذا اليوم محاولة معنوية محاولة لترطيب قلب مكلوم ترطيب قلب أم محاولة التخفيف لأنه سبحان الله فعلاً أنا بدع من قلبي إلى كل أم شهيد وكل أب شهيد وكل ابن فقد أبوه وكل بنت وطفلة فقدت أبيها بقول لربنا سبحانه وتعالى مقدرش محدش فينا يقدر يخفف عنهم إلا خالقهم بقول اللهم أفرغ عليهم صبراً اللهم أفرغ عليهم صبراً ترجمة نانسي قنقر